أهلا بكم الورقة الضائعة وليس الصوت الضائع المتلاعب اعتمد الماركتينج الأمريكي لإبقاء السعر الموحد ولو بدولارا واحد فسعر السيارة ب19.999 دولار أقل وقعا على الشاري من أن يكون سعرها 20 ألفا هذا ما قاله رئيس المجلس نبيه بري منذ يومين قال إن الفارق في الأصوات له بعض التأثير المعنوي لا الحسي الورقة الضائعة هي حكما لصالح جهاد أزعور لمنع وصوله نفسيا إلى الستين القريبة من الخمسة وستين ولإبقائه في ذات المنزل الخمسينية 59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجي لكن وطالما الأرقام متقاربة لماذا اللجوء للمرة الثانية عشرة لإلى تهريب النصاب في الدورة الثانية إنما حصل في الدورة الثانية نسف ديمقراطية الدورة الأولى هذا إذا ما استثنين الحديث عن عمليات الترغيب والترهيب التي مورست قبيل جلسة الانتخاب لكن غدا يوم آخر وما بعد 14 حزيران ليس كما قبله